اشتركوا في القناة الله صل على محمد وعليه محمد سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الطبق الثاني من الرجال الذين اعتمدهم الإمام المهدي صلوات الله عليه لتدبير شؤون الناس وتعليمهم وإرشادهم وحل مشاكلهم الوكلاء الخاصون هم جماعة من الرجال من الفقهاء والعلماء والأتقياء من مختلف البلاد في مختلف البلاد غير الطبق الأولى أي النواب الخاصون كانوا يديرون شؤون الناس ارتباطهم بالنواب الخاصين النائب الخاص هو الذي يرتبطون به ويوصلون أمور الناس أمور الرعية عبر النائب الخاص إلى الإمام صلوات الله عليه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة هكذا قال كان في زمان السفراء المحمودين يعني النواب الخاصين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل يعني النائب الخاص هو طريق هؤلاء الوكلاء هم ارتباط مباشر بالإمام ما عدوا ارتباطهم بالنواب الخاص ومنتشرون في مختلف البلدان ميزتهم أن وكالاتهم محدودة كل في بلده اللي في الكوفة في الكوفة اللي في قم في قم اللي في آذربيجان في آذربيجان اللي في بغداد في بغداد وكالات محدودة بمكانها لها وكلاء دول الوكلاء يرتبطون بالنواب وعن طريق النواب تصلهم التوقيعات ويوصلون مسائل الرعية وصلوها إلى الإمام وذكر أسماء جماعة منهم من شاء فليرجع إلى كتاب الغيبة يشوف أسماء عديدة منهم وسأتعرض إلى بعض هؤلاء الوكلاء بهذا تكون يكون السلسلة الإدارية بعد الإمام النائب الخاص بعد النائب الخاص شبكة كبيرة من الوكلاء الذين يعتمدهم النائب الخاص في تدبير أمور الناس وظائفهم أربع الأولى هم واسطة الارتباط بين النواب وبين عموم الشيعة واسطة في قبض الحقوق في إيصال الفتاوى في الإجابة عن الاستفهامات في تعيين الولايات الوصايا كل ما يتعلق بأمور الناس الدينية والدنيوية هو واسطتها هذا الوكيل الأمر الثاني استيعاب الناس في المناطق المختلفة لأن الناس يحتاجون إلى موجه يحتاجون إلى مرشد من هو الذي يرشده هم الوكلاء اللي كانوا يرشدون المهمة الثالثة وهي مهمة أساسية في هذا هي كشف الضغوط رفع الضغوط عن النواب الخاصين الضغوط الاجتماعية والضغوط السياسية إذا توزعت المهام ولم تتركز في مكان أبعد من تأثير السلطة عليها يكون وفي نفس الوقت أكثر على استيعاب الأمور من دون أن تتمركز في مكان فهذه مهمة أمنية كان الوكلاء يزاولونها في الدفاع عن النواب الخاصين ينجوهم من الضغوط هي في الحقيقة هم واسطة تنفيذ هم واسطة حماية شبكة الوكلاء الأمر الرابع هو الرجوع إليهم في الفتية يفتون الناس يبينون الأحكام الشرعية يعالجون مساء للأوقاف وكل ما يتعلق بشؤونهم إذن الإمام صلوات الله عليه ما ترك الناس سدى في زمن الغيبة وإنما كون شبكة واسعة من الوسائط واختار الأفاضل من الناس أهل العلم أهل التقوى أهل الحكمة والتدبير لتولي شؤون الناس الرجاليون نصوا على بعض الوكلاء وبعضهم ما ذكروهم ولكن القراء تفيد أنهم موكلاء عن الإمام صلوات الله عليه باعتبار أن بعضهم هو ما كان يظهر نفسه بسبب شدة التقية ما كان يظهر نفسه ولا يعلن عن نفسه أنا أذكر بعض النماذج ومختارها من بلدان مختلفة حتى صير عندنا فكرة أولية أن شلون الإمام صلوات الله عليه كان يدير شؤون الطائفة وغير الطائفة في زمن الغيبة منهم محمد بن جعفر بن محمد الأسدي هذا الرجل هو كوفي ولكنه من سكنة الري ساكن بالري الري الآن هذه المنطقة المحاذية إلى طهران شاه عبد العظيم اللي يعبر عنها بشاه عبد العظيم الآن هذه المنطقة كانت كبيرة وفيها جموع الشيعة والفضلاء فيهم كانت في ذاك الزمان هو عبد العظيم نفسه هو شخصية كبيرة من رجال الشيعة اللي دفن هناك فهو ساكن الري ووكالته في الري يعني هذا وكيل الإمام عبر النائب الخاص ثري هكذا عبر عنه الرجاليون ثقة جليل القدر صحيح الحديث الشيخ الكليني رضوان الله عليه روى عنه كثيرا وهي نفسها من أمارات الوثاقة والاعتماد نص الشيخ الطوس في الفهرست في كتابه أنه كان من الوكلاء من وكلاء الإمام صلى الله عليه نص على وكالته حجة الزمان بالتنصيص أنه هو وكيل هذا التنصيص رواه الشيخ الصدوق في الإكمال والطوس في الغيبة رجع إليه الشيعة في كل ما يحتاجون إليه وكالة عامة واسعة مو مختصة بشيء دون شيء مات سنة 312 للإجرة الثاني إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي الأول في الري والثاني في الأهواز ثقة جليل من وكلاء الناحية المقدسة في الأهواز وكذا عبد برعان وكان من رجال الجواد والهادي والعسكري ثلاثة من الأئمة من أصحابهم ووكيل عن الإمام المهدي له كتاب اسمه البشارات روايات عديدهم صدرت في متحه والثناء عليه أجمع الشيعة على جلالته ووثاقته لم يختلف فيه أحد معتمد في درجة عالية من الاعتماد وردت عنه أكثر من خمسين رواية في الكتب الأربعة وهذا عدد ليس بقليل أكثر من خمسين رواية في الكتب الأربعة وردت عنه ابن قولويه أيضا رضوان الله عليه في كامل الزيارات أيضا روا عنه شخصية بهذا المستوى اجتمع لديه مال جليل كثير لما حضرته الوفاة هذه من شؤونه حتى نعرف شنو من رجال كان الإمام منتخب في تدبير الأمور لما حضرته الوفاة أوصى لابنه هذا إبراهيم ابن مهزيار عنده ابن اسمه محمد أوصى لابنه محمد ابن ابراهيم ابن مهزيار أن يوصل هذا المال إلى الناحية المقدسة الشيخ الكشي بسنده عن الولد عن محمد ابن ابراهيم يروي قال إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا جليلا جليل يعني مال كثير وأعطاني علامة هذا المال فيه علامة اللي أي واحد يجي يعطيك العلامة سلم هذا المال ولم يعلم تلك العلامة أحد إلا الله عز وجل علامة سرية وقال وقال فمن أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال زين هو هو وين هذا الرجل في الأهواز النائب الخاص وين في بغداد قال فخرجت إلى بغداد جاء أبويا المال جاء إلى بغداد ونزلت في خان فلما كان اليوم الثاني من نزولي جاء شيخ دق الباب هذا يرويها الشيخ الكشف رجاله فقلت للغلام انظر من هذا يعني الدق للباب فقال شيخ فقال ادخل فدخل وجلس رأسا زين من هذا الرجل هذا أهوازي هذا بغداد مثلا أو من بلد آخر فقال أنا العمري يا عمري محمد بن عثمان النائب الثاني اللي تحدثنا عن نفر الليلة هاتي المال الذي عندك وهو كذا وكذا ومعه العلامة قال فدفعت إليه المال في رواية الكلين والشيخين يعني الطوسي والصدوق تفاصيل أخرى خرج له توقيع بتنصيب محمد هذا ابن إبراهيم ابن مهزيار هو أيضا في مكان أبيه هذا صار وكيل ثاني بعد أبيه في الأهواس هذا نموذج من الأهواس نموذج الثالث من قم أحمد ابن إسحاق القمي هذا من رواة الحديث عن الإمام الجواد والهادي ومن أعلم علماء زمانه أحمد ابن إسحاق القمي وكيل الناحية وين في قم تميز هذا أكو بعض الوكلاء تميز بمزايا هذا من ميزته أنه رأى الإمام الحج بعينه شاف عند الإمام العسكري دخل على الإمام العسكري والإمام الحج عنده فرآه وعرفه وكلمه وسأله وأخذ منه جواب له 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 كتب عديد يرويها الأصحاب ورواياته في الكتب الأربعة معروفة أحمد ابن إسحاق القمي اتفقت يبعث عنده إمكانية ذهب إلى الحج بنثقة الإمام إيتي رجال حظوا بإيتي تشريف عوين الرابع القاسم ابن العلاء أو العلاء أو العلاء حسب القراءات الموجودة لسه القاسم ابن العلاء آيليا المشهورة هذا الرجل هو من أهل آذر بايجان يعني صار عندنا الري وعدنا قوم وعدنا الأهواز وهذا من آذر بايجان أيضا تميز هذا القاسم ابن العلاء بأنه رأى الإمام الحج بعينه ووقف على معجزاته شاف منه كرامات من الإمام هذه بذاك الزمان وثيقة عظيمة تعتبر ذاك الزمان وثيقة جدا عظيمة أن الإنسان بالحس يشوف الإمام ويشوف منه معجزة هو من مشايخ الكلين من أساتذة الشيخ الكلين هذا رجل ذكره الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق في قائمة الوكلاء عن الإمام له ميزة ثانية أنه من المعمرين عاش 117 سنة ثمانين سنة صحيح سالم عيونها مسالمة بعد الثمانين عميت عيناه ثم عادت إليه في وقت احتضاره وهذه علامة كانت للشيعة ميزة 117 سنة عاش لقي الإمامين الهادي والعسكري له ميزة أخرى أن التوقيعات عن الإمام الحج كانت تصل إليه دائما مستمرة إذا وردت كثرة التوقيعات معناتها أن المراسلة منه تكون كثيرة لماذا وهذا يدلل على كثرة مهامه وكثرة الشيعة اللي يرتبطون به صير مسؤوليات ومهامة كثيرة يكتب إلى الإمام كثيرا تأتيه التوقيعات من الإمام كثيرا هذا من وصل إلى فانقطعت عنه مدة الإمام صلوات الله عليه له عناية خاصة بهذا الرجل القاسم بن العلاق قد قد يكون هو من الأشخاص النوادر اللي الإمام ما بعث إليه ثوبا أو ثوبين أو ثلاثة سبع أثواب بعث إليه ومن قبل كان عندهم قميص من الإمام الهادي خلاءه عليه فالشخصية عجيبة هذا أحوال حقيقة تدرس وأخبره الإمام بعد أن أرسل إليه الأثواب أخبره أنه بعد أربعين يوم من وصول الأثواب راح يموت فمات في نفس اليوم الذي عين له في طريقة وصول الأثواب إليه والإخبار بموته قضية لطيفة للنقل التاريخ أذكرها هذه للفائدة يعني فيها فائدة أذكرها وتكشف عن أن هذا الرجل جد كان شديد الارتباط بالإمام وجد كان عند تقوى وورع وجد عند سعي في هداية الناس رواها الشيخ الطوس في الغيبة بسنده عن الصفواني قال رأيت القاسم بن العلاء وقد عمر 117 سنة عمر يعني آخر عمر شاف منها ثمانون سنة صحيح العينين وحجب بعد الثمانين بعد ما يشوف كانت التوقيعات لا تنقطع عنه فانقطعت عنه نحوا من شهرين فقلق كثيرا على هذا ليش انقطعت أهل التقوى يشكون بأنفسهم ليكون أنا مسوي فرد أمل أوجب عني الحرمان من هذا صار قلق على هذا الموضوع يقول هذا الصفوان اللي هو آخر حياة شاف فبين عنده نأكل يعني في بيت القاسم ابن العلا إذ دخل البواب مستبشرا يعني بواب هم يدري البريد ما جاي فقال له فيج العراق الفيج معرب بيك معرب بهذه الكلمة يعني البريد بريد العراق هو وين في آذربيجان هنا فاستبشر القاسم وحول وجهه إلى القبلة فسجد لسه بعد ما يدري البريد بس القلب يعلم وعانق الرجل الوارد بالبريد عانقه زين مو بس هذا هو شخصية هذا الرجل من مشايخ الشيخ الكليني الشيخ الكليني اللي يعتبر المؤسس من المؤسسين في القرن الرابع أو في القرن بين القرن الثالث والرابع واحد من تلاميذ الكلين شوفوش قد هذا الرجل عظيم لما عانق البريد دعا بطشت وما فغسل يده ما خل الغلام هو اللي غسله ما خل الخادم هو اللي غسله هو غسله وأجلسه إلى جنبه فأكلنا وغسلنا أيدينا فقام الرجل يعني البريد فأخرج كتابا فناوله القاسم فأخذه وقبله ودفعه إلى كاتب له الكاتب اللي يكتب له يقال له ابن أبي سلمة الكاتب فأخذه وفضه فتحه للكتاب لأنه كان آخر عمره بعد ما يشوف لازم يقروله وقرأ ما فيه من تفاصيل من التفاصيل هذا هو نعي الشيخ إلى نفسه أنك بعد أربعين يوم من وصول هذا البريد حظر روحك رحك رحك موت وقد حمل إليه سبعة أثواب سبعة أثواب وهذه قضية نادرة فقال القاسم بعد أن سمع خبر أنه يموت بعد أربعين يوم لاحظوا رجال الله ماذا يقولون قال أفي سلامة من ديني هاي الكلمة من قاله أمير المؤمنين قاله أينما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادته قال أفي سلامة من دينك هذا الشيعي المتابع هذا هاي ثقافة الشيعي فقال في سلامة من دينك فضحك القاسم بن العلا وقال ما أؤمل بعد هذا الأمر أنا عايش من أسباط عشر سنة فقام الرجل فأخرج من مخلاته يعني الخرج اللي يشيلون به ثلاثة أزر وحبر يمانية وعمامة وثوبين ومنديلا فأخذه القاسم وكان عنده قميص خلعه عليه مولانا ابن الرضا أبو الحسن عليه السلام قميص الإمام الهادي عنده هاي جدت فع في القبر هاي هاي نجات زين هذا لهنا هاي قضية الأثواب وكان له يعني للقاسم ابن العلاق صديق يقال له عبد الرحمن ابن محمد الخيبري هذا الرجل ما كان من الشيعة كان من المخالفين وشديد التعصب متعصب جدا لكن كانت بينه وبين القاسم مودة في أمور الدنيا أصحاب أصدقاء وكان القاسم يوده كثيرا فالقاسم طلب من شيخين حاضرين في المجلس أن يقرون هذا الكتاب إلى هذا عبد الرحمن لعله يهتدي قال فإني أحب هدايته الله عز وجل يهديه وأرجو أن يهديه الله بقراءة هذا الكتاب الذي جاء من الإمام وفيه إخبار بالمستقبل هذا من إعلام الغيب كل صافي قلب إذا يشوف هذه القضية ويشوف فعلا بعد أربعين يوم راح يموت هذا المفروض بعد يوم فحينما أخبر الشيخين قال الله الله فإن هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعة الشيعة ما يتحمل لأن فيه إخبار الموت للقاسم ابن العلاء الرجل اللي هو سراج أهل آذربيجان يخبروهم بموته ما يتحمل فكيف هذا صاحب صديق اللي هو بينهم مودة فقال أنا أعلم بأني هذا القاسم مفش سرا لا يجوز لي إعلانه ما يجوز هذا خاص لكن من محبتي لعبد الرحمن وشهوتي أن يهديه الله لهذا الأمر هو ذا نقرئه الكتاب قال اللي قلت في بداية البحث عند سعي حاث لهداية الناس زين لما مر ذاك اليوم دخل عليها عبد الرحمن هو صاحب لازم يدخل عليها يوميا فأخرج القاسم الكتاب فقال له اقرأ هذا الكتاب وانظر بنفسك شوف هذا الكتاب فقرأ عبد الرحمن الكتاب فلما بلغ موضع النعي لأنك بعد أربعين يوم رمى الكتاب عن يده شوفوا البساطة أحيانا بعض الناس حقيقة يعني وقال للقاسم يا أبا محمد اتق الله فإنك رجل فاضل في دينك متمكن من عقلك شلون تصدق هذا الكتاب وجاي خبرك بعد أربعين يوم أنت تموت ليش يلوم يقول لأن الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه ما لها علاقة بأي أرض تموت هذا محدد الزمان خبر ما محدد المكان بس هاي البساطة في التفكير عند هؤلاء غالبا توقعهم في هالمشاكل هذه ينظرون إلى الآية بمفردها وشوف شنو معناها وليطبقها وما ينظر إلى باقي المعاني لو ينظر إلى باقي المعاني يهتدي سبيلا وقال يعني بعد أن تلا هذه الآية وقال هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هذا هذا عبد الرحمن يقرأ هذه الآية المن للقاسم ابن العلاء فضحك القاسم من كلام وقال أتم الآية ومو باستقر عالم الغيب لا يظهر على غيبه هذا كمل الآية شنو إلا من ارتضى من رسول هذه ليش عفة بس هو استدل بصدرها وترك الذيل ومولاي القاسم يقول ومولاي هو المرتضى من الرسول وقد علمت أنك تقول هذا أنت راح تجيبني ذني الآيات وتقول بأنه هذا من علم الغيب وشلون تنبئه وقد علمت أنك تقول هذا ولكن أرخ اليوم اللي حدد هذا الكتاب كان يوم خميس إصادف 13 رجب هاي المحاورة اللي وقعت فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المؤرخ في هذا الكتاب فاعلم أني لست على شيء ثقة ثقة عالية فاعلم أني لست على شيء وإن أنا ميت فانظر في نفسك شوف إيه موقفك شنو رحل فأرخ عبد الرحمن اليوم وافترقوا بعد ذلك حم القاسم صار به حرارة سخونة يوم يوم السابع من ورود الكتاب يعني بعد أسبوع أصيب بالحمة واشتدت به في ذلك اليوم الألة استند في فراشه القاسم إلى الحائط ثم اتكأ على يديه إلى الخلف يعني شنو اتكأ على يديه ليس في البداية هو استند إلى الحائط بعدين شاف شي اتقدم من الحائط اتكأ على يديه صار متكأ مو الحائط ايده لأن هس تشوفون هذا مقام الأدب وجعل يقول يا محمد يا علي يا حسن يا حسين يا موالي كونوا شفعائي إلى الله عز وجل الأدلة ماذا تقول تقول المؤمن إذا نزل به الموت حضره أولياؤه حضره الأئمة عليهم السلام والصديقة الطاهرة تحضره عظمة الولاية في قلوب أهل الإيمان لازم يعرفوها وأنها من جاء في الدنيا ومن جاء في الاحتضار ومن جاء في القبر ومن جاء في الآخرة فهذا الرجل كان متكأ على الحائط لمن رآهم تقدم لأن خلاف الأدب يتكأ على الحائط في محضره بس مريض اتكأ على يديه وقالها الثانية والثالثة فلما بلغ في الثالثة يا موسى يا علي يعني الرضا تفرقعت أجفان عينيه صوتت أجفان اللي كانت عمياء أطلقت صوت وانتفخت حدقته لأن كانت طامسة هذا معنات أنه كانت طامسة انتفخت صار مثل الإنسان الذي يشوف وجعل يمسح بكمه عينيه ثم مد طرفه إلى ابنه ابن موجود في المجلس فقال يا حسن إلي يا با حامد من الحاضرين إلي يا با علي إلي ذول الحاضرين كان ما يشوفه مستقام يشوفه فاجتمع حوله الكل اجتمعوا حوله ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين كل شيء ما بي يعني يشوف فقال له أبو حامد تراني يتأكد وجعل يده على كل واحد مننا انت فلان انت فلان الخبر هم مثل هي خبر القاسم ابن العلا أكبر شخصية في آذربيجان علمية وروحية تنفتح عيونه بعد ثمانين سنة ثمانين سنة كانت صحيحة بعدها أمي تشقد ربما يصير سبعة وستين سنة سبعة وثلاثين سنة فشاع الخبر بين الناس والعامة الناس مثل هي موقف شنو يقبلون حتى يشوفون الحقيقة شنو هي ومنهم القاضي قاضي آذربيجان هو كان قاضي القضاة في بغداد ربما بمناسبة كان هناك موجود اسمها موجود فدخل عليه هذا القاضي قاضي القضاة دخل عليه فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي بيدي حتى يتأكد أنه يشوف لهم ما يشوف شنو كان بيده خاتم فضة من فيروزج ما هذا الذي بيدي فقربه منه فقال عليه ثلاثة أسطر رأي الفيروزة لث أسطر أكون مكتوب عليها بس خط ناعم ما يقدر يقرأ إذن الصطور شافة والمحبس هم شافة بس ما يقدر يقرأ الكتاب هذا حتى نفتح ما يقدر يقرأ الكتاب المكتوب على الفيروز ناعم لدل تكبير بعد هذا الحدث التفت القاسم إلى ابنه الحسن فقال له إن الله هذه تعليم لكل الآباء لكل الآباء لكل الأولياء إن الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة فاقبلها بشكر بشكر فقال له الحسن يا أبا قد قبلتها هذا كان عنده وبعض الأمور التي تستوجب هذه الوصية أنا مو في مقام شرح حالاته ثم أوصاه ببعض وصاياه ثم قال القاسم هو كتب هو كتب هنا أنا أنا ما استخدم كاتب يعني قام يشوف فلما كان يوم الأربعين وقد طلع الفجر مات القاسم زين من مات بالموعد المذكور هو ويمينه عند عهد ويا عبد الرحمن هذا المخالف المتعصب فوافاه عبد الرحمن يعد في الأسواق حاف حاسر وهو يصيح وسيداه الناس استعظموا مننا هذا الموقف وين موقف السابق وين هذا الكلام فجعلوا يقولون ما الذي تفعل بنفسك فقال اسكتوا فقد رأيت ما لم تروا وتشيع بعد ذلك كان يستفاد من بعض الأخبار أنه كان إنسان ثري عنده ضياع عنده أملاك أو قفها بعد ذلك زين القاسم جهزوه للدفن كفن بقميص الإمام الهادي وسبعة أثواب من الإمام المهدي ورد ورد الكتاب من الإمام المهدي له للحسن ابنه بتعزيته بوالده من ضمن ما ورد في هذا التوقيع نفس الدعاء اللي قاله القاسم ورده في التوقيع اللهم اللهم ألهمك الله طاعته وجنبك معصيته آية إلى حتى يثبت ويعرف بأن الإمام المعصوم لا تخفى عليه خفايا الناس حتى أسرارهم يعرف هو عين الله الناظرة في خلقه هذا وكيل من وكلائه في أذربيجان أكو وكلاء آخرون مثلا إبراهيم بن محمد الهمداني في همدان هذا كان وكيل أيوب بن نوح الكوفي هذا من أعظم الرجال الأفذاث من أصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري أربعة من الأئمة ووكيل عن الإمام المهدي كثير الورع والعبادة ورد في أكثر من ميتين وستة وخمسين رواية في الكتب الأربعة موسوعة فيه وارد عنه من أفته وورعه أن الناس لأنه وكيل عن خمسة من الأئمة الناس كانوا يظنون بأنه ثري غني ولكن لما مات تبينت أفته ما ترك إلا مية وخمسين دينار وهو وكيل لخمسة من الأئمة السماوات والأرض بأيدي بأيدي بالجعب الجعفري لأن هذا من ذري جعفر الطيار أبو أبو هاشم الجعفري يسمى بالجعفري لهاي الجهة ذكروا أنه من السفراء المعروفين عن الإمام صلوات الله لا يختلف الشيعة فيهم أبدا من أصحاب الجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر هذه استقامة ترى هذه باللسان هسا نقولها باللسان نقولها بس هي استقامة عظيم المنزل عندهم وكان مقدما حتى عند السلطان السلطان أمكاني هذا ويجله وله عارضة ولسان علماء الرجال يقولون هكذا له عارضة ولسان يعني لا يبالي في الحق كأجداده يظهره أمام السلطان ألنا بوجهه عارضة ولسان عنده ميهاب العارضة يعني صفحة الخد تقال لصاحب الجلد والصراحة وصاحب الفكر الحصيف اللي ينطق بالحق ولا يبالي بسبب هذا اللسان وهذه العارضة حبسة دخل السجن نقلوه من بغداد إلى سامراء هو في بغداد كان من وكلاء الإمام في بغداد في سنة 252 حبس ومات سنة 261 في مقاتل الطالبيين قال هاي القضية عنه في قضية يحيى بن عمر الزيدي الذي قتل أيام المستعصم أيام المستعين أفوا العباسي بعد أن قتلوه قطعوا رأسه وجابوه أدخلوه إلى بغداد فاجتمع الناس حوله عنده الوزير المستعين اللي هو محمد بن عبد الله بن طاهر الناس جايين شي يسو يهنؤون بالفتح هاي القيم تسقط هالشيك يعين يهنؤون بالفتح ودخل فيهم أبو هاشم الجعفري هو أيضا دخل فقال أيها الأمير وجهه إلى كده بعد إلى لسانه عارضة قال أيها الأمير قد جئتك مهنيا بما لو كان رسول الله حيا لعزي به هاي كتب تغني عنها هاي العبارة لو كان رسول الله حيا لعزي به هذا الرئيس فلم يجبه عن هذا بشي سكت هذا الأمير شي ناقش هذا يحجي لحجاية إجابة لا شديد في هذا الأمر وهو في عين الحال وكيل عن الإمام صلوات الله هاي تشي رجال كان عند الإمام يمكن الوقت خلص بعد على كل حال الإمام صلوات الله عليه له وكلاء كثيرون من أمثال هذه الثلة من الأعظم حقيقة أعظم في فقاهتهم في تدينهم في شجاعتهم وحكمتهم في التدبير هذا هم جزء من النظام الإداري اللي الإمام صلوات الله عليه في زمان الغيبة الصغرى كان يدير بأمور رعية يبقى الكلام في زمان الغيبة الكبرى كيف يدير الإمام صلوات الله عليه هذا إن شاء الله غدا نتحدث عنه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطيبين